تذكرون لما حشيت على المستثمر نزار عبد الواحد أخو سروة عبد الواحد من قلت يا بر يا نزار ليش هذا المجمع واقف؟ ليش ما يكمل؟ ليش على أي أساس تأخذون من الناس فلوس؟ المهم حشيت حلقة وحلقتين أو ثلاثة ما أذكر تمام؟ والناس اتفاعلت وياي لأنه حشيت بهذا الموضوع والناس حقها اتواصلوا وياي وانتوا تعرفون أنا في البرنامج عندي حق الرد مكفول ما عندي عدو ولا عندي صديق عندي شخص من عنده دليل تعال قدمه المهم اتواصلوا وياي قالوا لعمي قحطان انت حشيت على نزار وقلت يا با هيش وهيشي قلت لهم صح قلوا لي زين احنا مو سبب التأخير مو احنا سبب تأخير المشروع يا با لعد منه السبب؟ قالوا الوقف السني يا بو يا الوقف السني مو وقف سني عمي هذا زين قلت لهم يا با شون الوقف السني؟ قالوا الوقف السني الجامع الصديق هيا اتح جامع الصديق ما اخذ المساحة اي هذا اكو بعد كتاب لاخ يلا خلي اي هذا عافية عليكم تمام هذا جامع الصديق بسبب التجاوز ما للسياج ما للجامع للقطعة اللي مؤثر على المشروع اللي ما مخليه يكملون البنايات تمام؟ قال احنا عجزنا ويا الوقف السني وردنا وحاولنا يا معودين تعالوا مو ما يصير هينظف عفلوس قالوا الوقف السني ماكو تخيلوا انه شيخ الجامع موسع السياج ومؤثر على مشروع سكني على مشروع استثماري المهم الجماعة السواء وقال احنا رح نعيسنا من الوقف رح نلجعنا للقضاء القضاء نصفنا قال انه لازم الجامع يشيله للسياج وياخذ المشروع ويكملون شغلهم لانه هاي حدودهم المرسومة واللي ما اخذين موافقاتها الرسمية والاصولية تمام؟ زين يعني اتخيل انت شيخ جامع يعطل مشروع سكني اتخيل انت شيخ جامع يوقف خمس بنايات لمشروع سكني والله هو مسوي سياج للجامع شون تتجاوز على ارض مو اليك يا شيخ الجامع يا شيخ جامع الصديق شون تتجاوز زين ليه هنا انا ماشي الوقف السني مو المفروض انتو تدعمون البلد مو المفروض انتو مؤسسة حكومية مو المفروض انتو الان مؤسسة لإعمار البلد لو بس للشفط المهم انتو عبالكم انو القضية بس قضية انو نزار ومشروع سكني ومدرمينه لا القضية اكبر والله العظيم ميليشيات طابة بالموضوع يا اخي بس سؤال رحمة لكل واحد هسه يشوفني شريف يا اخي احنا نريد مستثمرين يطببون يجيبون استثمار للبلد يسوونا مجمعات عامودية يسوونا مشاريع احنا نجي الميليشيات تريد من عندهم حصة الاحزاب تريد من عندهم حصة الى النواب يريدون من عندهم حصة الشرطاء يريدون عندهم حصة البلدية تريد من عندهم حصة الامانات تريد من عندهم حصة المدرمين زي شون يجي المستثمر ليش لا عدة تشوفون اكو مستثمرين يجون من البصرة ومن بغداد ويجون يستثمرون بقربية ليش لين ماكو ابتزاز هي هنا المصيبة لين ماكو ابتزاز انت اذا تشفط على المستثمر تمصه شو تمق بيه يعني بس اسألكم بالله سؤال ليش ماكو مستثمر ويستثمر بالحلة ليش ما يجوا المستثمرين يستثمرون بالديوانية والكوت وغيرها شنو السبب ليش مايروح الصلاح الدين يلا هسه ها هذا ياته نزع قل له روح الصلاح الدين يروح وغيره وغيره قل لهم يروحون يستثمرون مايروحون لينه الزعيم الفلاني يقطع والزعيم الفلاني يقطع وظالين احنا زعمات بتشول اما بخصوص التشروت فالاني يعني اعتذر من النزار لانه قلت له انتو تريدون تقلدون صدام هو صدق ما حالي يمكن يقلل صدام نزار يعني لا تزعل بس مو هذا موضوعي يعني انا يمكن بلحظتها شفت الصورة هذي فتدري انت لما وصلوني وقال لولي اكيد المهم انا هذا حق الرد مكفول ومثل ما قلت لكم انا لا عندي عدو دائم ولا صديق وذا باتشر والله باتشر يوصلني ملف على نزار وبمشروع لوف الشي وبملفسات هاي قدام كل المشاهدين اعرضها للناس ولا ادير بال الاحد لكن لما انتجيني وثيقة وامر قضائي انا من الناس احترهم القضاء انطوني صور التوقيع القاضي انا من الناس هذا انا من الناس احترهم القضاء هذا امر قضائي يمشي عليك وعلي وعليه وعالخلفوني وعالخلفوك اشتركوا في القناة